السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطلاب لقاء أنا يتجدد بكم دائما عبر قنوات عين التعليمية درسنا اليوم إن شاء الله لمنهج كيميا ثلاثة سوف يكون استكمال لدرس الوحدة أو الدرس السابق ألا وهو درس الاتزال الكيميائي درسنا اليوم إن شاء الله بيكون تعابير الاتزال الكيميائي بعد أن عرفنا الاتزال الكيميائي وكيف نكتب قانون الاتزال الكيميائي وماذا نقصد بالاتزال الكيميائي اليوم سنأخذ هذه التعبير التي تصف الاتزال الكيميائي سوف نتعلم اليوم إن شاء الله بداية تعرف قانون الاتزال الكيميائي كذلك تعرف ثابت الاتزال كي اي كيو كذلك تفرق بين الاتزال المتجانس والغير متجانس فحياكم الله جميعا بداية لديك هذه الصورة يا شباب وسؤال بسيط على هذه الصورة هل كل الأنظمة الكيميائية تميل للتفاعل الكلي والنهاي بمعنى هل كل التفاعلات التي تحصل تنتج نواتج أو بمعنى أنه هل جميع المواد التي توجد في المتفاعلات تؤدي إلى نواتج ولا لا حين نعرفين يا شباب أن التفاعل الكيميائي تأثر بأشياء كثيرة من ضمنها الحرارة من ضمنها النظام كذلك من ضمنها كمية المادة المتفاعلة هذه كلها تعمل على التغيير من التفاعل الكيميائي هنا قد نقول أنه ليست جميع التفاعلات الكيميائية تنتج عندي تفاعل كيميائي أو ليست كل الأنظمة الكيميائية تؤدي إلى إحداث تفاعل كيميائي قانون الاتزان الكيميائي ينص القانون على أنه عند درجة حرارة معينة يمكن للتفاعل أن يصل إلى حالة تصبح فيها نسب تراكيز المتفاعلات والنواتج ثابتة والنواتج ثابتة بمعنى يا شباب أنه متأقول أنه التفاعل عندي هنا متزن في الحالة هذه أقول أنه نسب تراكيز المواد المتفاعلة تساوي نسب تراكيز المواد الناتجة فبالتالي المتفاعلات تساوي النواتج تراكيز المتفاعلات تساوي النواتج مثل ما أخذنا في الحصة السابقة ومن خلال هذه المعادلة البسيطة التي أخذناها في التفاعل العكسي نجد أن سرعة التفاعل في المواد المتفاعلة تساوي سرعة التفاعل في المواد الناتجة إذا كان التفاعل يسير في اتجاهنا الاتجاه الأمامي والاتجاه العكسي في الاتجاه الأمامي والاتجاه العكسي إذن الاتزان الكيميائي يا شباب هو إيش؟ هو الحالة التي يصل فيها تركيز المواد المتفاعلة مع تركيز المواد الناتجة ثابت الاتزان ثابت الاتزان رمزه K-EQ ثابت دائما نرمز للثابت بالK بالإنجليزي أما بالنسبة للEQ فهي اختصار كلمة Equilibrium Equilibrium بالإنجليزي معناته الاتزان إذن ثابت الاتزان هو K-EQ K-EQ أو K-Equilibrium وش تعريفة زي ما أخذنا قبل شوي وراح نترجمها الحين على شكل إيش؟ على شكل معادلة رياضية على شكل معادلة رياضية إذن ثابت الاتزان هو قيمة العددية لنسبة تركيز النواتج إلى تركيز المتفاعلات ويرفع كل تركيز إلى إيش؟ إلى أس مساوين للمعاملة الخاص به في المعادلة الموزونة كيف الكلام هذا؟ تعال نشوف حنا عارفين أنه لدينا التفاعل هذا اللي هو A small A capital زايداً B small B capital حنا عارفين أنه A small والB small هو عبارة عن إيش؟ عن معامل معامل لمين؟ معامل للA capital والB capital هذا في حالة المواد عندي متفاعلة طيب في حالة المواد الناتجة فإنه C small والD small يعتبر معامل لهمين؟ للC capital والD capital إذن في الحالة هذه لما نجي نحسب ثابت الاتزان لهذه المعادلة في التفاعل العكسي نجد أن إيش يا شباب؟ أنه عبارة أن ثابت الاتزان هو قيمة عددية المين للمواد لتراكيز المواد الناتجة إلى تراكيز المواد المتفاعلة ويرفع لكل تركيز منهما إلى الأس الأس عبارة عن إيش عندي اللي هو المعامل اللي هو هذا بمعنى أنه تراكيز مين يا شباب؟ مين على مين؟ تراكيز النواتج على تراكيز المتفاعلات وركز في الجزئية هذه إذن لحساب ثابت الاتزان اللي هو الكي إكولوبريوم يساوي تراكيز مين؟ تراكيز النواتج على تراكيز المتفاعلات مين النواتج عندي هنا في المعادلة هذه يا شباب؟ هذا النواتج هذه النواتج طيب النواتج يش فيها؟ فيها مادتين عبارة عن تركيز تركيز مين؟ تركيز سي وحن قلنا إذا كان عندي قوسين مربعين معنات أنه تركيز إذن في الحالة هذه ثابت الاتزان هو تركيز المواد الناتجة على تركيز المواد المتفاعلة مين عندي المواد الناتجة يا شباب؟ اللي هو السي مرفوعاً لمين يا شباب؟ للأس المعامل الأس المعامل الأس المعامل للسي هنا مين يا أخوان؟ اللي هو السي سمول السي سمول في مين؟ في تركيز المادة الأخرى إذا كان عندي مادة ثانية نذكرها اللي هو مثلاً عندي في التفاعل هنا اللي هو دي إذن دي تركيز دي مرفوعاً لمين؟ للمعامل تبعه مين تركيز الدي كابتل هنا يا شباب؟ اللي هو دي سمول على لاحظوا أنه عندي في بسط وعندي مقام على إيش المقام؟ تركيز المادة A اللي هي النواتج عفوا المتفاعلات اللي هي المتفاعلات المتفاعلات عندي المادة A والمادة B نقول تركيز المادة A capital مرفوعا للمعامل تبعها اللي هو A small في تركيز المادة B مرفوعا للمعامل تبعها اللي هو B small الB small وهنا معطيك ترجمة للقانون اللي نقول عليه على أنه تركيز المادة A والمادة B هي تركيز المولاري للمتفاعلات والمادة C و D capital اللي هو التركيز المولارية للنواتج أما A small و B small و C small و D small عبارة عن معاملات المعادلة معاملات المعادلة الموزونة اللي دائما نشير له إلى عدد المولات كيف أعرف ثابت الاتزان؟ أو بمعنى أصح كيف أعرف أنه تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة عن طريق إيش؟ عن طريق دلالة قيمة ثابت الاتزان إذا كان ثابت الاتزان اللي هو K equilibrium يساوي أو عفواً K equilibrium أكبر من الواحد فإنه إيش؟ يعني أن تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة كيف الكلام هذا؟ أنا الآن عندي K equilibrium صح؟ يساوي لو افترضنا أن المواد المتفاعلة يا شباب تركيزها واحد والمواد الناتجة تركيزها مثلاً خمسة إذن في الحالة هذه أقول إيش؟ ها يا شباب تركيز النواتج على المتفاعلات كم يطلع الناتج؟ خمسة على واحد خمسة على واحد بالتالي يطلع الناتج خمسة اللي هو أكبر من إيش؟ أكبر من الواحد أكبر من الواحد ليش أكبر من الواحد؟ لأن تركيز النواتج عندي هنا أكبر من تركيز مين؟ المتفاعلات تركيز المتفاعلات إذا نعيد إذا كانت قيمة الكي أكوليبريوم أكبر من الواحد هذا يدل على إيش؟ على أن تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة طيب إذا كان أصغر من الواحد إذا كان أصغر من الواحد إيش معناته؟ يقول إذا كان الكي أكوليبريوم أصغر من الواحد تعني أن تركيز المواد المتفاعلة أكبر من تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد الناتجة نشوف طيب لو كان عندي مواد متفاعلة تركيزها خمسة والمواد الناتجة تركيزها مثلا واحد فأبيك تحسب لي الكيékوليبريم لهذا التراكيز فإنه يطلع الناتج كم؟ واحد على كم يا شباب اللي هو الكيékوليبريم كم يطلع الناتج؟ كيي إنكي يطلع الناتج خمس والخمس اللي هو أقل من الواحد فبالتالي هذا الدليل على أنه إيش؟ أن المتفاعلات اللي هي في المقام أكبر من إيش؟ من النواتج اللي هي في البسط اللي هي في البسط هذا شرح لإيش؟ لدلالة قيمة ثابت الاتزان وماذا يعني إذا كان أكبر من الواحد وماذا يعني إذا كان أصغر من الواحد أو بمعنى صح كيف تكون تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة أو تركيز المتفاعلات أكبر من تركيز المواد الناتجة في تعبير ثابت الاتزان لدينا نوعين من هذه التعبير التعبير الأول التعبير الأول إيش؟ التعبير الأول يقول على أنه أن التفاعل عندي نوعين إما متجانس أو غير متجانس إما متجانس أو غير متجانس هذا في إيش؟ في تعابير ثابت الاتزان اللي هو الكيكلوبريوم إذن لدينا نوعين من تعابير ثابت الاتزان النوع الأول متجانس والنوع الثاني غير متجانس في الحصة هذا رح نأخذ المتجانس الحصة القادمة بنأخذ الغير متجانس إذن النوع الأول اللي هو الاتزان المتجانس بنأخذ كيف نقدر نحدد أن التفاعل عندي متجانس والحصة القادمة بنأخذ كيف نعرف أن التفاعل عندي غير متجانس ونأخذ أمثلة كثيرة عليهم طيب كيف أعرف أن التفاعل متجانس يا شباب كلمة متجانس معلاتها من نفس النوع ومعنى من نفس الخصائص صحيح ما دام أنه عندي بنفس الخصائص اللي يجي كذا نقول أن حالة الاتزان التي يكون فيها المتفاعلات والنواتج اللي هي المادة المتفاعلة أو الناتجة في نفس الحالة الفيزيائية هذه الحالة الفيزيائية شغلنا كلها عليه وش الحالة الفيزيائية يا شباب عارفين أن الحالة الفيزيائية عندنا ثلاث الحالة الأولى اللي هي الاس اختصار كلمة سولد أو الليكود أو جي اختصار كلمة غاز إذن جي غاز وليكود ال والسولد حلو هذه الحالات الفيزيائية الثلاث صلب سائل غاز صلب سائل غاز يقول لكي يقول أن التفاعل عندي متزن لابد أن جميع حالات المواد المتفاعلة والناتجة في نفس الحالة طيب لو كان كلهم متشابهين مع عدة واحدة بس مختلفة إذن في الحالة هذه نقول أن التفاعل غير متجانس ونرى آلية التفاعل متجانس في الحصة القادمة لكن اللي هنا لابد أن جميع حالات المواد المتفاعلة والناتجة تساوي أو متشابهة في نفس الخصائص طيب كيف يعرف يا أستاذ أن المادة هذه صلبة أو سائلة أو غازية؟ دائما يا أخوان في المعادلة الكيميائية إيش اللي يصير؟ لاحظوا أن عندي فيه قوسين صغار هنا في الجزية هذه جي هذه ترمز إلى حالة المادة ترمز إلى حالة المادة فما دام أن المادة عندي هنا بين قوسين صغار جي معناته غاز جي هنا معناته غاز وجي هنا معناته غاز إذن في الحالة هذه أول شيء أنظر إلى المواد المتفاعلة والناتجة إذا كانت كلها على نفس الحالة الفيزيائية أقول أن التفاعل لدي تفاعل متجانس تفاعل متجانس ما دام أنه متجانس نشوف آليته أما إذا كان رغل متجانس بنأخذ آليته الحصة القادمة إن شاء الله طيب هذا التفاعل عندي أول شيء تفاعل متجانس طيب كيف أتعامل معه؟ أو بمعنى صح كيف أحسب الكي إكليبريوم له؟ نحن قلنا أنه كي إكليبريوم يساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات مين النواتج عندي هنا يا شباب؟ اللي هو يوديد الهيدروجين اللي هو يوديد الهيدروجين إذن كيف أقدر أتعامل مع معادلة زي كذا وأقدر أحسب ثابت الاتزان لهذا التفاعل سهل وبسيط تشوف نقول على أنه أول شيء أن الكي إكليبريوم اللي هو ثابت الاتزان يساوي تركيز مين؟ النواتج مين النواتج عندي هنا يا شباب؟ اللي هو الـ Ti هل أحسب الأتي آي على طول هو يدود الهيدروجين ولا إيش بالضبط أول حاجة لابد أنك تحط قوسين مربعين القوسين المربعين هذول يا شباب يرمزون إلى التركيز زي ما ذكرنا طيب لاحظوا أنه في عندي هنا معامل المعامل هذا كيف أتعامل معه المعامل اللي موجود عندي هنا كيف أتعامل معه قلنا على أن المعامل نضع على شكل أس على شكل أس إذن في الحالة هذه أرسم قوسين مربعين وأضع المادة الناتجة بين القوسين المادة الناتجة عندي مين هنا يا شباب ال-H-I مرفوعاً لمين للمعامل تبعهم مين المعامل تبعهم هنا اللي هو الاثنين اللي موجود عندي هنا على شكل المعامل طيب باقي في مواد ناتجة لا وقف أروح للمين للمواد المتفاعلة هذا المواد المتفاعلة المواد المتفاعلة عندي مادتين متفاعلتين كل مادة الوحدة كل مادة أضعها الوحدة أقول أول شيء عندي الـ H2 طيب الـ H2 يا شباب هذه هل هذه معاملة أم لا عدد الدرات في الحالة هذه الـ H2 لا يقول أنها معاملة لأن المعاملة هو الذي يسبق الرقم أو يسبق العنصر إذن في الحالة هذه أقول الـ H2 أشيلها زي ما هي وضعها الـ H2 بين قوسين و مربعين هل هناك معاملة عندي هنا؟ هناك واحد لكن الواحد لا نكتبه لأنه مجرد ما كتبت الـ H2 معنات أنه في عندي واحد مضروبا في مين؟ مضروبا في المادة الأخرى مين المادة الثانية عندي هنا؟ اللي هو اليود الـ I2 إذن الـ I2 اللي هو عبارة عن إيش؟ عن المادة الثانية المادة الثانية اللي هي الـ I2 اللي هي في النواتج هذا بالنسبة لتعبير ثابت الاتزان في حال المادة متجانسة وعندنا استعمال بسيط بالتفاعل متجانس اللي هو استعمال مين؟ اليود استعمال اليود شكل محلول يستعمل محلول اليود ومركباته ومطهرات خارجية كما تدخل في بعض مركباته يديد البوتاسيوم لرمزه كي آي في الأدوية التي تعالج تضخم الغدة الدرقية هذا استعمال بس بسيط نشوف أمثلة على تعبير الاتزان المتجانس كيف أقدر أحسب التفاعل أنه متجانس أو غير متجانس لدينا مثال في الكتاب يقول على أنه تعبير ثابت الاتزان للمتفاعلات المتجانسة هو حدد لك أنه تفاعل متجانس تنتج ملايين الأطنان من الأمونيا التي رمزها NH3 لاستعمالها في صناعة المتفجرات والأسمدة والألياف الصناعية ويمكن أن تستعمل الأمونيا منظفة منزليا فهي مفيدة جدا في تنظيف الزجاج وتصنع الأمونيا من عناصرها الهيدروجين والنيتروجين باستعمال طريقة هبر أكتب تعبير ثابت الاتزان لهذا التفاعل لو تفاعل مين؟ تفاعل إنتاج الأمونيا لنعرف أن الإنتاج الأمونيا دائما يكون عن طريق المعادلة اللي هو النيتروجين مع الهيدروجين لإنتاج إيش؟ لإنتاج النيتثري في الحالة هذه إيش يكون عندي؟ يكون عندي تفاعل متزن تفاعل متزن مطلوب مني إيش يا شباب؟ أو جد أو أكتب تعبير ثابت الاتزان لهذا التفاعل نقول إيش؟ أول شيء نقول على أنه الكي أكوليبريوم اللي هو ثابت الاتزان تركيز مين؟ تركيز النواتج اللي هي هذه مين النواتج عندي هنا؟ أنتشتري مرفوعاً لمين؟ مرفوعاً للمعامل تبعها و المعامل تبعهم مين عندي هنا؟ اللي هو الاثنين بين قوسين اللي هو التركيز على مين؟ على المتفاعلات المتفاعلات مين عندي هنا؟ ال-N2 وال-H2 لاحظوا ال-N2 في رقم قدامها إذا نضعها زي ماهي ما في رقم أحط واحد هنا أو ذكرت واحد إلا ما حطيت واحد عادي في تركيز مين؟ في تركيز ال-H2 بس لاحظوا أنه عندي ال-2 كم لديها مولات؟ ثلاثة إذن في الحالة هذه أرفعها للمعامل تبعها اللي هو ثلاثة اللي هو ثلاثة اكتب تعامل ثابت الاتزام ما بين مين ومين ال-H2-S لإنتاج ال-H2 زايدا ال-H2 في الحالة هذه أقول تعبير النواتج على تعبير مين يا شباب؟ على تعبير أو تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات أقول على أنه تركيز النواتج مين عند النواتج هنا يا شباب؟ ال-H2 مرفوعاً لمين؟ مرفوعاً للمعامل تبعهم لهو الاثنين هذه الاثنين طيب ال-H2 وينها؟ نحطها بين قوسين ونحطها بين قوسين وربعين مضروبة في مين؟ مضروبة في الـ S2 ناخذ الـ S2 زي ما كانت ونحطها بين قوسين وربعين ليشير إلى التركيز طبعا في البداية المفروض أن أول خطوة إيش أسويها؟ أنظر إلى الحالة الفيزيائية أنظر إلى الحالة الفيزيائية إذا كانت متجانسة أتعامل معها بنفس الآله الذي ذكرتها قبل شوي طيب إذا كان غير متجانسة لا نجلهم إلى الحصة القادمة لكن نعرف الغير متجانسة على مين؟ على تركيز المتفاعلات المتفاعلات مين عندي يا شباب؟ الـ S2 مرفوعا للمعامل تبعهم اللي هو الـ 2 إذن تركيز المتفاعلات تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات يعطينا تركيز K-Equilibrium اللي هو ثابت الاتزان لهذا التفاعل عندك بقية التدريبات اللي هو C و D سهلة وبسيطة تحاول أن تحلها في البيت بشكل جيد وكذلك A أخيرا يا أخوان نأخذ مرخص بسيط للأشياء اللي أخذناها اللي هو تعبير ثابت الاتزان وقالنا ثابت الاتزان وقالنا على أنه ينص على أنه عند درجة حرارة معينة يكون تركيز المواد المتفاعلة والناتجة ثابتة من ناحية تركيزها أما بالنسبة للتفاعل وقالنا على أنه تعبير الاتزان عنده نوعين إما متجانس أو غير متجانس وأخذنا اليوم المتجانس وقالنا على أن المتجانس هي حالة التزان تكون فيها الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والناتجة متساوية أو بمعنى نفسها كذلك آخر شيء أخذنا تعبير ثابت الاتزان الغمزة كالكوليبريوم وقلنا على أنه يا شباب أو نجده عن طريق القانون الذي هو تركيز المواد الناتجة على تركيز المواد المتفاعلة شكرا لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته